قبل لا باركة بابدأ طبعا بالصاحب السيوم الملك الأمير الوليد انا اقول يعني ممكن تجد داعم في نادي معين لكن صعب تجد داعم ومفكر صعب تجد داعم ومخطط ويكره العشوائية صعب تجد داعم ومؤمن بالعلم ومؤمن بالإدارة بفن الإدارة هذا اللي شايفينه وتكلموا الزملاء عن الحفل اللي حضرنا فيه عند الأمير ويش كان يقول كيف لما أنا والله فراسي هذا الموضوع دائما فراسي كيف طريقة اختياره لفهد بن نافل وليش اختاره يمكن صراحا لا ندخل في التفاصيل لكن هنا تعرف كيف يدار هذا النادي كيف طبعا لا ننكر السنوات السابقة الهلال والمراء والرؤساء اللي تولوا هذا النادي عمل وعمل جبار بالتأكيد ولكن في هذا العصر نتكلم عن العصر العلم عصر الإبداع الهلال بكل أمانة النادي الوحيد في المملكة ويمكن في الخليج والعرب الذي يطبق هذا يطبق العلم ويطبق الإبداع فن الإدارة يا أخي أنا أتوقع الهلال هذا شوف مستحيل تلاقي شوف الشركات اللي بتدخل شركة محترمة تلاقي تلاقي الهيكل التنظيمي في فن ألف با إدارة هيكل تنظيمي الهلال إحنا ما شفنا الهيكل التنظيمي ما شفنا لكن واضح أنه فيه هيكل تنظيمي واضح جدا كل واحد عارف مكانه كل واحد عارف دوره هذا فين هذا فين هذا فين من القريب من إدارة العليا من اللي يستطيع أن يصل إلى الدارة العليا من اللي يوصل إلى المعلومة من هنا لهنا هذه كلها ترى تأدي إلى النجاح بالتأكيد ممكن بالصدفة واحد يقول لك يا أخي إحنا فوضويين وجبنا بطولة يحدث الفوضة قد تحدث تحدث صدفة بدليل يعني مثلا يقول لك لو جبت قروت الله يحفظكم على كمبيوتر قاعدوا يضربوا فيه كذا ممكن تطلع لك قصيدة تطلع لك بيتين شعير بالصدفة نضبوط الفوضة ليست هي الأساس اللي بيحطها أساس يقول لك والله تيمشي أحيانا نعم أحيانا ونادرا لكن هذا الفجلال هو سبب الاستمرارية بتكلموا عليها دائما هذا هو السبب بيطبقوا كل شيء تاركين الفوضى تاركين الكلام يعني أنت موجود أمس تقول الناس في فوضى هم ساكتين بعيدين 13-14 نقطة عن الأول عن الاتحاد ساكتين في حالهم تك 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 رأي شاروا البطولة واحتفلوا والباقي يتفرج هذا هو هذا الفن هذا الفكر هذا الأداء شكرا لأمير وليد محظوظ بالتأكيد نادي هلال بالأمير وليد أمس أبو أبو راكان بتكلم عن كيفية اختار الإدارات في الأندية أبو راكان الذي أبدع وأدمع أمس أبدع وأدمع كيف تختار الأندية إداراتها والله وجود رسالة سموه الوزير الأمير أنه فعلا مش معقول زي ما ذكر أبو راكان شخص يدفع مبالغ معينة يختاره إدارة معينة لا لازم تكون معايير معينة الهلال محظوظ أنه في رجل مثل وليد يؤمن بالعلم والفكر الإداري عشان كده أختار رجل شو بيش بيسوي هدوء صوته أنا نفس أسمع صوته إذن مبروك يا هلال رجل مثل الأمير وليد مبروك بالتأكيد للاعبين الهلال الكبار لفهد بن نافل إدارة الهلال كلهم جمهور الهلال العظيم كل أصدقائي اللي قالوا ما بركت الله بركتهم على الهوى الآن الهلاليين مبروك لهلال اللاعبين وعلى رأسهم من سلمان الفرج هذا النجم أنا أعلنها من عشاق هذا اللاعب حضرت زواجة كابتن عبدالله الحمدان قبل يومين ثلاثة يام شفت الروح الهلالية كيف برئيسهم بلاعبينهم سلمان الفرج هذا النجم الكبير إيش التواضع إيش الأخلاق العالية يعني كان جالس يم بطول الفرح حتى لما شافني قال لي ما شاء الله تعشق عبدالله جاي من مكة وقلت له عبدالله والنعم لكن أنا أعشقك أنت فقاعد يضحك بكل أمانة يعني الشراحة كل شيء في الهلال جميل لهذا الهلال هو هكذا نترك كل الكلام على الأمدية الأخرى أن تطبق الستاندر هذا الشيء اللي الهلال ماشينا عليه تفكر فيه ويتركه الباقي ويتركه الأمور الثانية أوكي لك طليقتك لك فكرك لك ناديك لك شعارك بالتأكيد لكن طبق فن الإدارة والعلم والتخطيط واتركه العشوائيات ستصل إلى موصلة إليه الهلال